هذا هو أبو سعيد الذي لجأ هو وعائلته إلى تركيا يبدو غارقا في بحر كبير من الأحزان فتركت دار والأرض يولد حزنا لا يدانيه حزن وخاصة إذا كان سبب التهجير ابن البلد لتبدأ مأساة أبو سعيد من اللحظة التي اقتحم فيها الجيش وعناصر الأمن خربة الجوز الحدودية ومن وراء الحدود يعتصر قلبه ألما بعد أن أصبح بيته وحاضن ذكرياته مقرا للجيش والأمن نحن الزاطة أهربنا من الجيش اللي إجاء على ضيعتنا خوف على عرواحنا وعولادنا وعلى كرامتنا وهلأ بتواجدوا على ظهر بيوتنا وبيوتنا خالية يعني ما فيها حدي أبدا نحن لجأنا للضيعة التركية وباقي الشعب تم على قريب على الحرس التركي وعشرية التركي الأراضي التركية لا تزال تحتضن اللاجئين السوريين الذين ناهزت أعدادهم الأحد عشر ألفا وأكثر هم المسجلون في المخيمات المؤقتة فيما العداد لا يقف لدقيقة واحدة عن الدوران دوران بحجم دوران الآلة القمعية للنظام السوري ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية والكرامة أكثر من ألف وخمسمائة لاجئ سوري عبر الحدود التركية خلال أربع وعشرين ساعة فقط بعد تواغل الجيش وعناصر الأمن في المناطق الحدودية معظم الوافدين الجدد أمضوا أوقات طويلة في خيام على الجانب السوري من الحدود بانتظار دخولهم الأراضي التركية وهناك آلاف غيرهم ينتظرون تركيا ليست البلد الحدودي الوحيد الذي استقبل لاجئين سوريين فقد كانت الأراضي اللبنانية حاضنة لهم أيضا حيث تم تسجيل أكثر من خمسة ألاف لاجئ سوري في المناطق الشمالية من لبنان هربا من بطش النظام في حمص وتلكلخ والعريضة فكانت منازل أقاربهم بخاصة في وادي خالد ملجأ آمنا لهم من نيران الأمن والجيش والشبيحة كل واحد من هؤلاء طفلا كان أم شابا أم عجوزا رجلا أو امرأة بمثابة مأساة تمشي على الأرض فيما قسمات الوجه تبطن عتبا على قدر حولهم للاجئين بعد أن كانوا من أوائل المستقبلين للاجئين في العالم تماما كما تبطن حقدا على نظام شرادهم في بقاع الأرض ويبدو أن عودتهم إليها لن تكون إلا بسقوطه